دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كاس العالم لكرة اليد قال انه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 114 فرد من الوفود المشاركة في البطولة خلال فعاليات مباريات مبارح الخميس وتقديم العلاج اللازم لهم وبيأكد ان جميعهم بحالة صحية جيدة اللجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبي لمونديال اليد بتتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة بتقوم بالعمل على انها تلبي اي احتياجات طبية او لوجستية والامداد الفوري ليها وحرصا طبعا منها على تقديم افضل خدمة كمان فرق المثقفين الصحيين في وزارة الصحة والسكان بتقوم بتقديم توعية واجراءات وقائية والاحترازية للفيروس لجميع المشاركين في البطولة من خلال اكشاك الطبية الموجودة داخل الاستادات الرياضية وايضا امام صلاة الالعاب